بعيدا عن المناحرات السياسية يوم سلسل كشف المستور من ملفات الفساد الذي يعرض عادة عند قرب الانتخابات المواطن في صلاح الدين يتساءل عن المبالغ التي صرفت على مشاريع وهمية وعن دور الجهات الرقابية في ذلك هذه المليارات المسروقة لو صرفت على صلاح الدين لكانت صلاح الدين باريس اليوم لدينا مئات المشاريع متوقفة صلاح الدين من كوبا صلاح الدين مدمرة بفعل العمليات العسكرية بفعل داعش بفعل الأهمال الحكومي بالتالي اليوم صراق أموال المشاريع وصراق أموال المال العام ينهبون أمام الجميع دون أي محاسبة حقيقية من قبل الجهات الرقابية بالتالي اليوم نتساءل أين دور النزاهة أين دور الحكومة الاتحادية لماذا هذا الاستخفاف ولماذا هذا التهاوم بمحاسبة المقصرين والفاسدين الذين عبثوا بالمال العام في محافظة صلاح الدين ما آلت إليه محافظة صلاح الدين إذ عدت أكثر محافظات العراق فسادا تعكسه صورة مستوى الخدمات فيها وهذا ما دع المراقبين إلى مطالبة هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى إلى تحقيق العدالة ومحاسبة السراق والمفسدين نحن ليس صلاح الدين بل نحن فساد الدين على حجم هذه الوثائق وعلى حجم هذا الكم الهائل من الفساد أنا كمواطن وأهل صلاح الدين عموما يطالبون الادعاء العام بتفعيل وجوده وإثبات وجوده وكذلك مجلس القضاء الأعلى ودوائر النزاهة ويؤشر على كل محافظة أنه كل محافظة من يجي إلى المحافظة يجي بستافوية فعلى الادعاء العام وعلى القضاء وعلى دوائر النزاهة أن تثبت العكس من هذا الحج وأن تتحرك فساد عاشه المواطن ورأه بأم عينه من خلال ما نفذ من مشاريع هنا في صلاح الدين وإذا كان ما خفي أعظم فإن اتخاذ ما يلزم من قبل الجهة المعنية بحق ملفات الفساد يبقى هو الأولى والأهم من صلاح الدين فراس الحسني التغيير